اهلا بيكو على قناة وصفات ونوعات مع فاتن عاملين ايه يا رب تكونوا بخير تعالوا نعمل بقى الرؤاء الحلو هو حلو بالزيادة وزاي الفتير المشالتت كده زي ما احنا شايفين وزاي نعرف نخليه بقى طاري كده وجميل ويبطريقة حلوة قوي ورحته روعة بجد قلبة البيت كله ويعجب الولاد قوي وزاي بقى طاري وحلو كده زي ما بنشتريني مبرة بالزبط بجد هايل هيعجبكم قوي لازم تجربوه وما تنسوش بقى لو الفيديو عجبكم تدعم باللايك والشير وتشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس للكل عشان يوصل لكم كل جديد يلا بينا نشوف الرؤاء الحلو والطاري الجميل ده هنعملو ازاي مع بعض اول حاجة دلوقتي عندي صنية مدهونة اه بسمنة ويفضل بقى سمن بلدي ويعندي بقى كباية كبيرة من اللبن اه المغلي ولازم يكون مغلي سخن وحط عليه اه تلات معالق من السكر وطبعا هستخدم الرؤاء الناشف بتاعنا ويه هقلب بقى كده السكر وهدويبه كويس ويه هنضيف كمان مع اللبن ده بكت فانيليا بس معلش انا نسيت خالص ان انا صور الحتة دي ومعلقة من السمنة وتكون بقى سمنة طبعا بلدي او اه ممكن زبدة يعني اي نوع سمن ويه هسياحها بقى كده بصوا السمنة ساحت ازاي علشان اللبن سخن ويه هبتدي بقى قبل الرؤاء ده باللبن السخن ده زي ما احنا شايفين كده وش وضهر همشي على الرؤاءة كده كلها بنفس الطريقة يبقى احنا دلوقتي اللي عملناه كوباية لبن سخنة عليها تلات معالق من السكر ومعلقة كبيرة من السمنة سيحناها وبكت من الفانيليا وقلبت كل الخليط ده ويبقى دلوقتي الرؤاء بتاعي ببلل الرؤاء بتاعي باللبن واحدة واحدة ويوش وضهر ويها رس بقى في الصينية بتاعتي يفضل بقى تكون الصينية على قد الرؤاء بالضبط يعني هنا الصينية بتاعتي كانت كبيرة شوية بس مش مشكلة يعني اه بس هتبقى حلوة برضو لو اه خلته الرؤاء على قد الصينية وهبتدي بقى امسح مسحة كده برضو من اللبن وهعمل بقى كل الكمية كده هو في الحقيقة كان المفروض اول واحدة ما بلهاش بس هي غلطة علشان بس ما تلزقش في الصينية فانتو بلاش تعملوا كده اول واحدة ما تبلوهاش لبن ادنوها سمن بس علشان اه ما تلزقش في الصينية لما تيجوا اه تطلعوه ما يغلبكوش تمام كده هابل بقى بقيت الرؤاء بتاعي اه من الوش والضهر كده واحدة واحدة وهعمل كل الطبقات وهرجع لكم تاني خليكم معي وما تنسوش تعملوا لايك وشير للفيديو لو عجبكم واشتركوا في القناة وفعلوا الجرس للكل عشان يوصل لكم كل جديد هعمل بقى اه كل الكمية بنفس الطريقة بجد كان ريحته حلوة قوي 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 فوق ما تتصوره وطعمه حلو جدا 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 زي الفتيري مشلتت بالزبط كده خلصت كل الطبقات ويجبت بقى عندي وش اللبن اللي هو القشطة البلدي ودهنت بقى كده وشه بالقشطة بجد الخطوة دي حلوة قوي بتفرق جدا في الطعم وبتخليك كده اه محمر كده وطعمه حلو جدا ورحته احلى بكتير بجد حلو قوي هيعجبكم قوي بجد يعني ولادي فرحه بيه قوي وكان طعمه حلو جدا جدا لازم تجربوه بقى وما تنسوش تعملوا لايك وشير لو الفيديو عجبكم بعد ما خلص بقى بصوا الرؤاء بقى طاري ازاي تري خالص وهقطعه بقى كده بالسكينة وهسيبه بقى شوية يفضل تسيبيه كده يعني عشر دقايق بس يتشرب كده اه من اللي احنا عملنا ده اللبن بقى مع القشرة الجميلة دي والسمن كده هتلاقوه تري كده خالص وقطعوه بقى كده اربع تربع وهنكون مسخنين الفرن على درجة حرارة مية وتمانين فوق وتحت ونخلي بالنا عشان هو ما بياخدش وقت خالص في السوى حوالي ربع ساعة بالزبط بالزبط وتكشفه عليه على طول وهيطلع بالجمال ده روعة ايه الجمال ده بجد حلو قوي قوي ورحته روعة طلع فعلا يعني مش هقول لكم بقى ده رؤاء وعمل زي الفطير المشالتت بالزبط كانتعمه حلو جدا جدا واحلى طريقة عملت بها الرؤاء هي الطريقة دي لو جربتوه مش هتسيبوه خالص هتعملوه على طول بالطريقة دي وبصوا طري ازاي اول ما خرج بقى دلوقتي وهو سخن روح تمتدياله اه مسحة كمان كده من القشطة البلدي ممكن ما تعملوش كده بس هي يعني بتفرق جدا في الطعم حلو قوي اه ممكن اللي ما عندوش قشطة بقى اه ممكن اه اه يضيف عليه اه نصف كباية من اللبن كده زي ما هعمل برضو دلوقتي كلها اضافات حلوة بس على قد الامكانيات اللي موجودة في البيت هيعجبكم قوي بجد لازم تجربوه والله العظيم يعني ترع طحفة بجد ورحته حلوة قوي وروعة يعني زي الفطير المشالتت واحلى بكتير من اللي بنشتريه جاهز من برا دلوقتي بقى جبت كده نصف كباية من اللبن الحليب اه مش سخن ولا حاجة هو عندي الرؤاء بس اللي سخن طالع من الفرد وقلبت بقى كده مع علاقة سكر اه مع اللبن ده وسقيته كده بصوا بقى هيتشرب بسرعة وهيترى وهيبقى حلو قوي قوي اهم حاجة هيكون طري جدا بجد هيبقى حلو جدا لازم تجربوه بقى بجد وما تنسوش تعملوا لايك للفيديو عشان يوصل لأكبر عدد وما تنسوش تعملوا اشتراك في القناة وفعلوا الجرس للكل عشان يوصل لكم كل جديد بصوا بقى تاري ازاي بقى طري جدا وحلوة قوي لازم تجربوه وكمان هحضر اه شوية سكر بودرة وهرش بقى عليه كده سكر بودرة للزينة شكله بقى كده روعة ويفتح النفس بقى اكنك جايبة فطيرة من بره تتباع غالية جدا ممكن نحشي كمان مكسرات او زبيب جوز هند بس انا في صراحة عملت كده على طول اه الامكانيات اللي موجودة بقى في البيت بجد حلوة قوي لازم تجربوه وما تنسوش تعملوا لايك وشير لو الفيديو عجبكم واشتركوا في القناة وفعلوا الجرس للكل عشان يوصل لكم كل جديد